كشفت بيانات حكومية عن انخفاض في أعداد فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ ماي 2021 مما يشير إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة في بعض الصناعات ويظهر التقرير الحديث لوزارة العمل أن نسبة مغادرة العمل بشكل طوعي ارتفعت بشكل طفيف لتصل إلى 2.6% وازدادت عملية الاستقالة في قطاعات الخدمات والمطاعم وتجارة الجملة وأشار مسؤول الاحتياط الفيدرالي إلى أن العدد الكبير في الوظائف الشاغرة مكن البنك المركزي من إبطاء سوق العمل وتم تسجيل أكبر انخفاض في الوظائف الشاغرة في قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية فضلا عن النقل والتخزين فيما زادت فرص العمل في قطاعي البناء والترفيه